الشكر لدكتور أحمد سابت برضو اللي كان دايما على طول بيذاكر قبل أي استوديو تحليلي ويقعد يسأل ويتابع ويدور على التفاصيل ونشكره شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا يا دكتور سابت وكان موسم أكثر من رائع للنادل أهلي بالتأكيد شرف ليا التواجد مع حضرتك كابتن أسامة وكابتن محمد إضافة كبيرة ليا السنة دي وتواجدي في الأستاذ الأجبال ده الستوديو الوحيد في جميع القنوات اللي بيتحل المباراة النشئين فبالتأكيد إضافة كبيرة ليا وشرف ليا التواجد معاكم وحابب أننا برضو أتوج أولي التشكيلة المثالية لفريق النادي الأهلي كله يعني لجماعة الفرق هقول لها داك 11 وهقول لك الكل اسمه مميز برضو عشانه بقى عملنا في اختام الموسم يبقى كل لعب برضو ويبقى احنا طلعنا فدنا من البرنامج هنا كمان النادي الأهلي ومرسل كولر انه هو يقدر يتابع الأسماء طب يا ريت لو طبعا دكتور رحمد سابت محضره نعرضه برضو على الشاشة هو بيتكلم تفضل يا دكتور معنا احرصت المرمى أنا بشوف أفضل حارس السنة دي مصطفى مخلوف أفضل حارس اللي هو موليد 2003 كان فيه عمر كامل في 2006 كان هايل إياد تامر برضو في 2007 يوسف صنديد في 2008 محمد أشرف كوتو في 2001 مقدم موسم كويس لكن الأفضل فيهم الأبرز كان بصراحة مصطفى مخلوف بالنسبة للمساكين أفضل اتنين مساكين معتز محمد في 2005 مسجل ستة أهداف واحمد عبدين في 2006 ممكن إبراهيم عبد الحكيم 2003 برضو عمل موسم كويس إياد متحط في 2007 عمل موسم كويس بالنسبة للباك اليمين يوسف جمال في 2005 ده أحسن باك يمين صنع خمس أهداف يليه جلال فارس في 2001 الباكليفت أفضل باكليفت السنة دي في قطاع الناشئين هو كريم الدبيس مسجل خمس أهداف يليه أمير علاء الباكليفت بتاع 2006 نجي للتنين الارتكاز أحسن اتنين ارتكاز السنة دي أحمد خالد كباقة اللي احنا شفناه النهاردة 2005 ده اكتشاف وبعد كده إبراهيم عادل اللي عمل 12 أسست السنة دي في دوري 2006 الاتنين دول هيلين جدا ممكن نحط فارس خالد 2005 اللي سجل 8 أهداف هداف فريق 2005 يوسف إسلام في 2006 حمزة ديجوي ارتكاز دفاعي مميز في 2008 مسجل خمس أهداف يوسف ساد عبد الحفيز برضو اكتشاف واحد من الاكتشافات الموسم السنة دي مع فريق 2005 صنع الألعاب الأجنحة أحسن جناحين في السنة دي عمر سيد معوط في 2006 وعبد الرحمن مانو في 2008 دول أفضل جناحين عمر سيد معوط برضو في أحمد أشرف في 2003 مسجل 6 أهداف مصطفى بهجة وحزم عشور في 2007 مسجلين 10 أهداف محمد عبد الله مسجل 5 أهداف وعمل 4 أسست سيف أيمن في 2005 ميدو أسامة السنة دي مستوى تطور بشكل كبير ومسجل 5 أهداف مع 2003 نيجي لمركز صناعة الألعاب حزم عشور حزم عشور ومصطفى بهجة دول على الأطراف وصف أيمن في صناعة اللعب محمد رأفط في 2005 لأنه تقلق مع 2005 جايب مع 2005 من هدفين الفرق جايب 7 أهداف ومع 2003 مسجل 6 أهداف يالي بلالعطية احنا حطين محمد رأفط كصنع الألعاب لأنه السنة اللي فاتت كان بيجي من تحت هو السنة دي توظف كراس حرب أكتر بلالعطية في الموليد 2008 ده مسجل 8 أهداف يوسف عفيفي برضو في 2005 مسجل 7 أهداف أما رأس الحربة أفضل 3 رأس حربة السنة دي طبعا بلا جدار رقم واحد محمد عبد الفتاح تاحة اللي هو مسجل 22 هدف يالي حسام عادل اللي بياخد هدف الدوري برضو في 2006 جايب 18 جون حسام عادل يالي علي عمرو مهاجم 2001 برضو واحد من الهدفين في الدوري السنة دي عرف نصيب الأسد مين في الأعمار دي كلها يعني معظم اللعبة 2005 2005 فعلا فريد مميز